موسيقى مشاهدي يا لفاضل أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم هل يكفي المال العام للنهوض بقطاع الثقافة في الجزائر؟ وهل وجود الهياكل والقوانين أيضا كاف لصناعة مشهد ثقافي عام في البلاد؟ سؤال يطرح بعد مرور أكثر من عقد على اعتماد الدولة الجزائرية رؤية جديدة تجاه قطاع الثقافة بإعطاء اهتمام أكبر له من خلال تبنيها ورعايتها لعدد من المشاريع الهمة مرورا بإعادة النظر في عدد من القوانين وسن أخرى وصولا إلى رفع ميزانية وزارة الثقافة في الموازنة العامة للدولة مهرجانات وتظاهرات دولية وعربية مشارع في مناحي القطاع المختلفة حراك رافقه الكثير من اللغط والشكوك في جدوى السياسات والأموال المرصودة لها بل وحتى في وجهة تلك الموازنات الضخمة وسط هذه التراكمات جاءت الوافدة الجديدة على مبنى قصر العناصر قادمة من حقل أكاديمي بعيد عن خفايا السياسة وكواليس العمل الحكومي في مهمة يصفها كثيرون بالصعبة لتحرير الحقل الثقافي من عقلية الفولكلور وصرف المال العام المكرسة منذ أمد مشاهدي الأفاضل لتسليط الضوء على واقع قطاع الثقافة في الجزائر وما هي تحدياته والعراقل التي تواجهه نسعد باستضافة مع عالي وزيرة الثقافة سيدة نادي العبيدي في هذا الحوار الخاص على قناة زير تيفي أهلا بكم سيدتي بداية سيدة الوزيرة أنت الآن تقريبا سنة أو يزيد على اعتلائك منصب وزارة الثقافة هل من الممكن أن تعطينا تقييما عاما من خلال التجربة خلال هذه المدة القصيرة على رأس القطاع كيف ترين قطاع الثقافة الآن في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تقييمي للعمل على رأس قطاع الثقافة في الحقيقة المهلة قصيرة جدا حتى لو أنا بالنسبة لي حسيتها أنها طويلة أخذت هذا المنصب في شهر مي أعتبر هذا كتكليف على رأس هذه الوزارة ولكن عندما أرى نشوف أن الوقت كما نقوله جاز رمشة عين وكل هذا الشهور جازه في نفس الوقت الزمن هو قصير باش نقدر نقوم بالتقييم نقدر فقط نقول أنا كان بعض المحطات لهذا العمل اللي خلتني في المهلة الأولى أن أحاول أن أطلع على عدة جوانب من قطاع الثقافة لأنه مثل ما تفضلت الانتماء الأول تاعي أكيد أنه هو أكاديمي ولكن هو من مجال السينما ولكن من بعد توليت هذه المسئولية كان علي أن أحاول أن أخذ صورة متكاملة عن قطاع الثقافة وهذا حاولت أن أضع بعض معاليم كبرى لهذا العمل وبالمناسبة كانت عندي دفعة قوية أثناء اللقاءات الرمضانية لنظمتها في مع إطارات الوزارة ماش مع إطارات مع المثقفين مع المحيط الثقافي مع المبدعين والمثقفين في شهر رمضان إذا كانت لي فرصة مهمة لأن أطلع على ما يجري في الساحة الثقافية وفيما بعد في الحقيقة عندي ورقة عمل ورقة عمل هي منباتقة من برنامج تحسيد الرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة لرسم معالم واضحة فيما يخص مجال الثقافة سنعطي إلى موضوع السياسة الثقافية سيد العبيدي لأن أنت الآن مثلما تفضلت لاست غريبة عن هذا المجال أنت اشتغلت في قطاع السينيما اشتغلت في العمل التليفزيون الذي في كثير من الأحيان له ارتباطات أو صيلات بقطاع الثقافة بوجه وبآخر لكن في النهاية أنت الآن على رأس قطاع شاهد السياسة ذات وجه أحادي منذ تقريبا أكثر من 12 سنة وهي شخصية الوزيرة السابقة سيدة خليدة تومي كانت تشرف على هذا القطاع وبالتالي القطاع أخذ في سياسة العامة نوعا من طريقة العمل التي استمرت لأكثر من عشر سنوات هل وجهتك صعوبة لما دخلت أنت على رأس القطاع في تغدير نوعا ما بوصلت لعمل في هذا الاتجاه؟ في الحقيقة عندما نتكلم عن القطاع أنا فعلا ما كنتش غريبة على القطاع وأنا استفت كذلك منتجة ومخرجة لأعمال سينمائية استفت من وزارة التقافة ومن دعمها في النشاط والآن فيه نقدر نقول أن فيه من جهة استمرارية لأن الدولة الجزائرية قدمت أشياء كثيرة لقطاع الثقافة وأتمن نتائج التي وصلت إليها الثقافة بالجزائر من خلال قطاع الثقافة وفي نفس الوقت أكيد أن نحن دائما في حاجة إلى تجديد إلى إعطاء نفس آخر ولكن دائما في إطار استمرارية لأن النتائج في قطاع الثقافة هي ملموسة هي موجودة هي منشأة ثقافية لموجودة هي خطة في عمل الفني على موسى ولكن الآن العمل الذي قمنا به بتشاور مع فاعلين في حقل الثقافة يتطلب بطبيعة الحال أن نقوم ببعض إصلاحات بعض تغيير ولكن دائما في ظل المكاسب الكبرى لهذه القطاع سيد العبيدي تفضلت الآن وقلت بأن الدولة الجزائرية قدمت الكثير لقطاع الثقافة لا أحد ينكر أن الدولة الجزائرية رصدت أغلفة مالية ضخمة لم يسبق لقطاع الثقافة في الجزائر أن تلقى مثل هذا الاهتمام الرسمي لكن في المقابل الكثير من المتابعين لمشهد الثقافي يقولون بأن في مقابل هذا السخاء الذي تقدمت به الدولة لقطاع الثقافة لم يجني الجزائريون أو المجتمع الجزائري أو حقل الثقافي في الجزائر الكثير من هذا الدعم في النهاية نحن نتحدث عن قطاع الثقافة يطاله الكثير من النقد والكثير من الأطراف تقول بأنه لا يؤدي الدور الذي كان يؤمل في قطاع حساس وحيوم ومثل قطاع الثقافة يؤدي في المجتمع الجزائري تعرف في كل مجالات أنا بالنسبة لي أهم شيء هو أن تفتح الأبواب أن تفتح الكتب أن يفتح المجال لأن يطلع الجمهور عن ما يجري في بيت التقافة بشكل عام لأنه في كثير من الأحيان عندما الجمهور ليس هو مطلع على ما يجري في موضوع ما ممكن تقدر تكون تأويلات ممكن تكون انتقادات ممكن ولكن أهم شيء هو أن تكون شفافية في كل مواضيع سنأتي إلى موضوع الشفافية لأن هذا موضوع عنده شق كبير من حوار اللي رح نأخذه فيما بعد لكن فقط حتى نبقى في موضوع الاستمرارية السياسة الثقافية اللي اعتمدتها الدولة وانت قلت بأنه جئتي لتكريس هذا الاستمرارية وهذا السياسة التي انتهجت منذ مدة الكثير قد يرى بأنه السياسة الثقافية في الجزائر يرونها بأنها سياسة فولكلورية أكثر منها سياسة تدفع إلى البناء الثقافي والفكري للفرد الجزائري وهذا اللي ادفع بالكثير من الناس إلى انتقاد حتى المخصصات المالية الموجهة لقطاع الثقافة على اعتبار أنها في النهاية تذهب دون أن يكون لها أي مردود حقيقي وواقعي في واقع تكوين الفرد الجزائري وهذا مشكل يعني ثقافة في الجزائر يقولون بأنها ثقافة فولكلورية أكثر منها ثقافة فاعلة في تركيبة المجتمع تعرف سيدي في كل حالة لازم ناخد من الانتقادات ناخد منها ناخدها بتريقة إيجابية هذا ما يعني؟ يعني أن كل واحد نقدر نقول أن كل واحد يسال في هذا البلد وعنده حق بشي يقدم ملاحظات انتقادات لكي نسمح من بعد أن تكون عندنا قفزة نوعية في الأعمال التي نقدمها إذن أنا مدام رأني معنية كنت معنية بموضوع الثقافة قبل ما نأتي على رأس الوزارة ورأني معنية الآن أنا أرى كل انتقادات بطريقة إيجابية لأن هي اللي هي رايحة تسمح لنا أن نشارك المجتمع المدني أن نسمح للناس أن يساهموا في الثقافة مثلا في كثير من الأحيان نشوف أن هناك انتقادات فيما يخص المهرجانات وبعض الناس يعتبروا أن هناك كثير من المهرجانات والمهرجانات ليست مفيدة بدرجة أن في بعض أحيان يعتبروا أن تداخل تع المهام في مهرجانات كل هذه الانتقادات نأخذها بعين اعتبار ولكن نقدر نقول أن المهرجانات التي تجري حتى الآن هي مهرجانات مفيدة سمحت للناس أن يشاركوا في استعراضات أن يطلقوا ويكون تفتح كذلك على ثقافة أخرى نستدعي بعض فنانين اللي يجيوا من الخارج ونشارك لكن سيدة الوزيرة ممكن هنا المشاهد الذي يتابعنا الآن يقول بأن وزارة الثقافة نحن لن نشاهده إلا في التلفزيونات يعني هي أصبحت حتى نشاطات الوزارة نشاطات نخبوية إن صح التعبير على اعتبار أن الجزائري لا يجد هذا الجدوى أو هذه الفعالية التي تتحدثين عنها الآن ممكن النخبة قد تلمس هذا النوع من الاهتمام أما على مستوى الشارع الجزائري نرى أنه لما نتحدث عن مشهد الثقافي سيدة نتحدث عن قاعة سينما نتحدث عن تعاطي وتفاعل إيجابي بين المجتمع بين الفعل الثقافي ونشاط الثقافي الحاصل هذا لا نراه إطلاقا وهذا الذي دفع الكثير إلى انتقاد هذا الموضوع أكيد ولكن في بعض أحيان عدما ننظر شوية إلى الوراء كنا وصلنا في واحد وقت وينما كنا حتى نقدرون نشارك في مهرجان أو نخرج عشنا فترة وين ابتعدنا عن نشاط الثقافي إذن وزارة الثقافة درت جهد كبير لإسترجاع الجمهور لقاعة الاحتفالات لقاعة السينما كان كثير من نشاطات اللي كانت تندروا ننادي للجمهور باش يشارك في المهرجانات ولكن من بعد شفنا أن شيئا فشيئا الجمهور رجع لهذه النشاطات مثلا مشاركة على الجمهور في نشاطات للأوركسترة الوطنية السينفونية أنا في الحقيقة فجأت عندما شفت هذا التدوق تع الجمهور اللي جي يحتر في هذه النشاطات تع الأوبيرا النشاطات للأوركسترة السينفونية الوطنية الموسيقى الأندلوسية كل هذا يخلينا ما نشوفوش باحتقار لهذه النشاطات لأن هذه النشاطات من يقوم بيها هي جمعيات فنية جمعيات من الموسيقى الأندلوسية كي الناس اللي يجندوا باش يشاركوا في هذه المهرجانات درك وين نشاركك في الرأي هو أنه لازم نغيره نغيره الشكلة هذه المهرجانات مش نلغيها بيد هكتا ونلغيها ونقوله لأنه تغيير التي تحدثت على نقطة جوهرية الآن تتعلق بموضوع تغيير شكل أو نمط تعاطي مع مثل هذه المهرجانات وهنا يطرح الإشكال بصفة خاصة على الاعتبار أن هذه المهرجانات ارتبطت في ذهن الجزائريين بصفة عما بأنها مهرجانات للرقص ومهرجانات فقط لصرف المال من الخزينة العمومية هي مهرجانات لا تخضع لأي معيار أو أي رؤية ثقافية أو فكرية أو حتى فنية في الغالب وهذا اللي دفع الكثير إلى القول بأنه في بلد يعاني فراغ ثقافي كبير وفيه فراغ حتى على مستوى الهويات عند الكثير من الجزائريين يطرح هنا بالفعل يعني رؤية عن حقيقة هذا الرؤية وهذا السياسة التي نتحدث عنها الآن هل هناك رؤية فعلية للتعاطي مع متطلبات المجتمع الجزائري هي الهم الثقافي بصفة عامة؟ فعلا نحن في حاجة إلى الثقافة التي تشبهنا وثقافة التي تجبعنا هذا الثقافة لتسمح أن الناس يتلقاوا يشاهدوا مع بعض نشاطات يشاركوا فيها الثقافة لتقدر تجمع بين كل هذه الألوان الموجودة في الجزائر نحن في حاجة إليها نحن في حاجة إلى حتى جانب تعتسلية ليخلي تنافس الروح في نشاطات لتجمع العائلات نشاطات لتجمع الشباب نشاطات لتسمح للشباب أن يبينوا قدرات تحهم نعطيك مثال مؤخرا رحت لمدينة جانت وشاركت في اختتام مهرجان الأغنية الترقية وفي الحقيقة فرحت في وجودي معهم لأن كانت شباب من كل جهة قدموا أغاني قدموا كذلك القدرات الفنية والثقافية تحهم وقدروا يكون عندهم في مكان وفي تقنيات جد حديثة لركح هذا النشاط قدموا النشاطات تحهم في جانت لأن كانت حاجة مليحة لتبين أن شبابهم كذلك في حاجة إلى أماكن بمستوى بمكبرات صوتية لتعبير عن لتعبير إذن إحنا لا ننظر باحتقار لنشاطات ثقافية ونعتبرها أنها فقط نشاطات للتسلية والفولكلور بالحكس لازم نسترجح الثيقة في نفسنا أن قادرين نظموا أشياء مثلا في الصيف كانت الأغنية الشعبية مع جمعية جروابي كانت نشاطات أندلوسية نشاطات كثيرة يعني شهدتها الموسم لي صياف وغيره من في كل نشاطات قوية الآن لازم تكون يكون توزيع أقلاني لهذه النشاطات على مستوى وطني ما نحرمش بعض ولايات من النشاط ما يكونش تراكم تاع النشاط في نفس الولاية لازم التوزيع تاع النشاط يكون توزيع أقلاني وموزع لمستوى وطني في ثنية حديثة كنت تحدثت على موضوع الثقة ثقة التي تبنى بين الوزارة وبين النشاطين في الحقل الثقافي مع المجتمع الجزائري بسيفة عامة في خضم الحديث عن هذا الثقة تطالعنا الكثير من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بالعديد من التقارير التي تتحدث عن شبهات تتحوم حول تسييل مالي للعديد من التظاهرات والمشاريع التي شهدتها الجزائر في فترات سابقة وفي سنوات سابقة كنت تطلعتي أكيد على التقرير الذي سربت بعض فوصوله وسائل الإعلام في الصدر عن مجلس المحاسبة لتحدث بشكل كبير عن الحديث عن كثير من هذه التجاوزات في اعتقادك بداية هل تعتقدين أن الحديث عن مثل هكذا شبهات يضرب مصداقيتكم أنتم كفاعلين في هذا المشاريع التقرير هذا اللي تفضلت به كان تقرير أمام لجنة المالية في مجلس الشعبي الوطني التقرير هذا كان تابع لي لسنة 2012 وبعد التقرير لقدمته اللجنة كان بعض التصحيحات اللي اندارت في هذا التقرير ووجوده أمام النواب في مجلس الشعبي الوطني ولجنة المالية سمحنا نقدم نتيجة التصحيحات لقدمتهم وزارة التقافة في مجال المالية سمحيلي عن المقاطعة فقط لكن هناك لما نتحدث عن التقرير نتحدث تحديدا عن تقرير مجلس المحاسبة تقرير مجلس المحاسبة تحدث عن جملة من النقاط أول شيء من بين هذه الاتهامات التي وجهها للوزارة وأكيد هنا نتحدث عن القائمين عن الوزارة في الفترة اللي يتحدث عن هذا التقرير هو عن حسابات مالية وإدارية يقول بأن تنقصها الكثير من الإصداقية لسيما في مجال إعانات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصاية التقرير يقول بأن هناك ميزانيات خصصة لمؤسسات ليس لديها أي وجود قانوني هناك في التقرير أيضا حديث عن شبهات فساد وتبديد المال العام في عدد من المؤسسات على غير الوكالة الإشعاع الثقافي الدين والوطنية حقوق المؤلف الحقوق المجاورة وحتى الصناديق الخاصة بالتظاهرات الثقافية الكبرى التي شهدتها الجزائر يعني هناك معطيات دقيقة وأرقام حتى تتحدث عن ملايير تم تبديدها في هذا السياق هنا كانت أجوبة التي قدمناها كوزارة الثقافة للملاحظات في بعض أحيان موضوعية لقدمتها لجنة محاسبة وفي بعض أحيان صححنا وقمنا بتغيير لبعض معطيات لهذه اللجنة بشكل العام ملاحظات التي قدمت في هذا التقرير كانت جدو مقبولة ولكن من بعد إطارات في وزارة الثقافة قاموا بأجوبة وبعض تصحيح في الحقيقة توجد مش فقط في وزارة الثقافة في وزارة عديدة توجد مشكلة فيما يخص تسيير وفيما يخص بعض التصحيحات اللي لازم نقدمها نقدر نقول أن هذا التقرير لـ 2012 سمح لنا أن نضع الأصابيع على بعض النقاط اللي هي موجودة بعض منها تصححت وبعض منها تخلينا نستخلصوها كدروس سيدة العبيدي أنا الآن أسمع إلى إجابة دبلوماسية الآن هناك تقرير يتحدث عن أرقام ويتحدث عن تجاوزات كانت في عهد سلفكم الوزيرة السابقة سيدة خاليدة تومي وجهت اتهامات صارحة حتى من العديد من الأطراف المشتغلة في الحقل الثقافي لسيدة خاليدة تومي أنت الآن أتيت على رأس الوزارة يقال بأن سيدة العبيدي هي من حركت نوعا ما بعض هذه الملفات على اعتبار أن وجدت الملفات سوداء كثيرة على رأس القطاع وبالتالي هي من حركت هذا الموضوع نحن نريد إجابة واضحة في هذا السياق بالحقيقة أنا هنا لأتفادى الصعوبات التي كانت موجودة في السابق وفي كثير من الأحيان نتعلم من التجارب السابقة إذن فقط من باب من باب الإطلاع على بعض نقايص لتكون موجودة أو بعض الصعوبات لنقدر نوجدها في تسيير لتخلينا من بعد نتفاداها ولكن اللجنة في مجلس شعبي الوطني سلمنا لها التقرير لكل هذا درست التقرير وكان نقاش صريح حول الموضوع لأن لا يهم أن نضيع الأصابيع اتهام على من سبقنا نظم ما في فايدة لهذا هو أن نشوف بالعكس نحن التسيير هي عملية صعبة نعم سيدة سيدة العبيدي أكيد أنا أتفهم وجب التحفظ الذي تتعاطين به لكن في النهاية الرأي العام هناك أمور تخرج إلى الرأي العام ومن حق أي جزائري الإطلاع على مثل هذا المواضع ومعرفة الحقيقة في النهاية لأن الأموال التي نتحدث عنها هي أموال جزائريين وهي أموال خزينة العمومية وبالتالي هل بالفعل هناك تجاوزات حصلت في قطع الثقافة وأنت تؤكدين بغض النظر عن تسليط التهم لشخص أو لآخر لكن هل تؤكدين وجود فساد في قطع الثقافة؟ لا هذا مش دوري أن أقوم بهذا التقييم أو بهذا التحليل ومش من صلاحياتي ومش التقييم لأنه لازم يكون تحليل موضوعي للصعوبات اللي نتلاقها في التسيير لبعض أشياء الموجودة أو بعض النقاط نظن بالكين أجهزة لتقوم بهذا العمل أنا فقط نقول أن التسيير هي عملية صعبة لأحاول أن أستفيد من كل النقاط التي شار إليها هذا التقرير لنتفادها في المستقبل وفيه طريقة لتسمح لنا أن نتجاوز كل الصعوبات ولكن بشكل عام ما وجدتنا في هذا التقرير لقدمناه للجنة أي اعتراض من لجنة النواب هما درسوا التقرير شافوا بالكين أجوبا لازم نخليه الأمور تكون بطريقة موضوعية نشوف الأشياء نشوف واش نقدر نصلح نجاوب عندما نجاوب وخاصة نستخلص الدروس لتسمح لنا من بعد استخلاص الدروس اللي تحدث عليه سيدة عبيدي هو الذي دفع بك إلى إحداث حركة بعض يوصفها بأنها عادية مع صعود أي وزير جديد البعض الآخر يوصفها بأنها عملية تصفية قمت بها داخل قطاع الثقافة من خلالها تم إبعاد الكثير من المسؤولين على مستوى الوزارة واستحداث أو جلب مسؤولين آخرين هل هذا يندرج في إطار ما أسميتيه الآن إعادة تصحيح الأوضاع التي كانت عليها قبل ما جئك إلى الوزارة بالنسبة لي أهم شيء هو أن تفتح الأبواب للشباب لأنك ينتقم هائل من الشباب لهم ينتظروا أن تمنحناهم فرص للعمل فرص للتقديم في كل وزارات ليس فقط وزارة ثقافة أنا راني في حالة من جهة نحافظ على الخبرة والتجربة لأنها قدمة الكثير في هذا القطاع وفي نفس الوقت كيف ممكن أن نقوم بتجديد وفتح المجال للشباب لأن هذا هو الرهان لموجود الجزائر ليهم؟ هم قرأوا درسوا في الجامعات عندهم قدرات لازم تفتح لهم المجال حتى لو في قطاع الثقافة حاولت أن أقوم باكتشاف الإطارات الموجودة داخل هذه المؤسسة داخل الوزارة لأسمح أن تكون ترقية داخلية قبل كل شيء عواض أن نفتح مجال بطريقة عشوائية يعني تقولين بأن كل التغييرات التي تمت كانت تغييرات مضروسة وفق آليات عادية ومعتمدة في الحقيقة نقدر أن أكد أن انتظرت الملاحظة انتظرت التقييم تعالي الإطارات وتعالي المدريات شفت ما هي الحالة لأن في هذه الحالة نضم بالتسرع أو القرارات العفوية أو العشوائية لا تفيد القطاع أنا بالنسبة لي أهم شيء هو أن نحافظ على الإطار لي عنده كفاءة لي قادر يجيب حاجة ومش تغيير من أجل التغيير طيب سيدة عبيديو قال بأنه كان هناك على مستوى وزارة الثقافة لوبي يسيطر على القرار الثقافي في الجزائر ولما نتحدث عن لوبي اللي يسيطر على القرار الثقافي هذا اللوبي كان منسوب للمسؤول أول عن القطاع أنا ذاك وهي سيدة خليدة من لي طلت 12 سنة وهي على رأس القطاع هل استطعت أن تكسري ما يقال عنه لوبي في وزارة الثقافة أو استطعت أن تسترجعي سلطة القرار من هذا اللوبي على مستوى الوزارة السؤال تحك يخليني نشوف أولا نحاول أن نشخص الأوضاع نشوف تكلمت أنت على لوبي تكلمت على في بعض أحيان كينتدخم تعل الأشياء فيما يخص اللوبيات فيما يخص هذا كين قطع ثقافة كين تيارات كين جدل أكيد أنه هو مثل مثل كل قطاعات كين حركية كين ممكن وجهة نظر مختلفة لتتسارع في حقل الثقافة لكن أنت كوزيرة سيدة العبيدي هل تعتقدين أنك بالفعل تملكين سلطة القرار الثقافي على مرؤوسك في الوزارة؟ السلطة بطبيعة الحال هي موجودة تحدث عن السلطة الإدارية لكن السلطة اتخذ القرار وتوجه السياسات في الوزارة وهذا دورك أنت كوزيرة؟ أكيد أنها هي موجودة بطبيعة الحال ولكن الآن من بعد لازم الإنسان يعرف كيف يستعمل القوة لبين يديه لازم يعرف تاني كيف يسيرها أنا بالنسبة لي لازم دائما تفكير والتفكير والتفكير لأن الارتجال في هذا المجال لا يفيد القطاع أنا الآن الحاجة التي تهمني هو أن نرجع الهدوء في هذا القطاع أنا نخليه ينزل الغبار ما نخليه شأنه دائما تكون حركة هكتا اللي في بعض أحيان ما تأديش إلى نتيجة خلي الأوضاع تنزل شوية ندرس الأمور بعقلانية ومن بعد عندما نتكلم عن قرار أو ناخد قرار يكون قرار مدروس بالنسبة لي الأشياء هي واضحة فيه توجيهات تحسيد الرئيس الجمهورية اللي هي موجودة في برنامج تحسيد رئيس الجمهورية هي الأرضية اللي ننتلق منها ونراني هنا بش نطبق البرنامج تحسيد الرئيس والمخطط على الحكومة اللي هو منبتق من هذا البرنامج مدلنا كل الصلاحيات فيما يخص العمل في مجال التقافي وهو واضح إذن بالنسبة لي أولا هو أن المحاور الكبرى الرئيسية لترسم السياسة الثقافية في الجزائر وكما قلت هي التوجيهات تحسيد الرئيس الجمهورية والمخطط على الحكومة اللي يترأسه سيد عبد المالك سلال مدت لنا معالم واضحة فيما يخص السياسة الآن أهم شيء وهي موجودة في البرنامج خمس محاور واضحة من بعد أهم شيء هي الديمقراطية التشاورية هي اللي تسمح للناس أن يشاركوا ويمدوا رأيهم في كل حاجة اللي ينذرها لأن خاصة في مجال الثقافة لازم نعتمد على هذا التاقة المتجددة التاقة المتجددة وهي الإبداع صحيح لهي التصور التفكير هي النشاطات اللي يقدروا يقدموها فهلين في نشاط الثقافة سيدة الوزيرة على ذكر الموضوع الدعم الحكومي لقطاع الثقافة في الآوينة الأخيرة لاحظنا أن الحكومة بصفة عامة وطاقم الحكومة بصفة عامة مدخل في ما يشبه حالة الطوارئ بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط وانعكاسات هذا الانهيار على الموازنة العامة للدولة سمعنا عن سياسة قشفية قد تنتهجها الحكومة في المرحلة المقبلة وأول القطاعات التي أشير إليها بخصوص أو المستهدفة بهذه السياسة التقشفية هي قطاع الثقافة هل تعتقدين أن سياسة التقشفية الحكومة ستنعكس بشكل كبير على الموازنة الخاصة بقطاع الثقافة في الجزائر أم أن الأمر لا يعنيكم بدرجة كبيرة أنتم في قطاع الثقافة؟ أنا في الحقيقة أراني كيف نقول مطمئنة لأن ربما لا في قطاع لما يعانيش بجانب تقشف هو قطاع الثقافة لماذا؟ لأن النشاطات التي نقوم بها في الحقيقة الميزانية المتخصصة لقطاع الثقافة ليست ميزانية ضخمة هي ميزانية معقولة جداً ونحن كنا نتمنى أن تكون عندنا أكثر في هذه الميزانية تقدير تعطينا شفر نهائي الميزانية توزار الثقافة؟ عفواً ولكن باش نجاوب لسؤال تاعك في سياق إيجابتك فقط نعم عندما نرى الميزانيات المتخصصة لقطاع الثقافة وهي تناسب نسبة ضائلة من الميزانية الإجمالية للدولة نشوف أن في الحقيقة التغيير اللي نتمنى في قطاع الثقافة هو أولاً أن نحتفظ بالميزانية المتوفرة للقطاع ولكن نغير نظرتنا للثقافة وخاصة أن نبين كما الثقافة لها علاقة بالتنمية الاقتصادية ونبين كيف الثقافة ونقدر ناخد أمثلة مثلاً من الهند من الصين من بعض بلدان لتبين كيف عندما نحتمد على المؤسسات المصغرة الشركات المصغرة نقدر نسمح لقطاع الثقافة أن يعيش قفزة نوعية في النشاط نحطي مثال الحكومة صدقت على برنامج مع الوكالة لدعم وتشغيل الشباب لانساج لانساج الوكالة لتشغيل الشباب لنشاطات تابعة للثقافة هذا كان مكسب كبير ليسمحنا الآن أن نربطه ما بين الثقافة والتنمية الاقتصادية في النهاية سيدة العبيد أنت تؤكدين الآن بأن وزارة الثقافة لم تتأثر بسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة يعني لم تكن هناك اقتطاعات من موازنة مخصصة لقطاع الثقافة نعم لا تكن أبدا إطلاقا لا تكن ولكن لأنه سمعنا عن حديث سيدة الوزيرة تعلق بموضوع مراجعة بعض الميزانيات المخصصة لعاصمة الثقافة العربية على سبيل المثال التي سنأتي إلى ذكرها فيما بعد هذه ما كانت تصريح لي أبدا لأن الميزانية هي الميزانية الحاجة اللي كانت هو أن العدد النشاطات أو طلبات الجمعيات والفنانين تجوز القدرات اللي كانت متوفرة لنشاط تقافيلي ولكن ما صارت تغيير في الميزانية الآن هو نفكر أولا أن تكون عقلانية في تسيير الميزانية من جهة من جهة واحدة أخرى نشوف كيف نغطي بعض النشاطات اللي ما كانش مبرمجة في البداية لنقدر نغطيها باش نسمح أن الحقل الثقافي يكون حقل ليستفيد من كل هذا الدعم اللي هم موجود ما في تغيير في الميزانية لتابعة للميزان الثقافي طيب حتى ندخل إلى المحاور أخرى لأنه لدينا الكثير من المحاور التي أريد الحديث عنها وقطاع الثقافة قطاع واسع ومتشعب فيه الكثير من المواضيع التي يجدر بنا الإشارة إليها خلينا نتحدث نوعا ما عن المشاريع التي تباشرها الآن وزارة الثقافة في عدد من المجالات لو نتحدث عن تحدي الأكبر ليقال بأن سيدة العبيدي الآن تواجهه هو موضوع عاصمة الثقافة العربية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية التي من المقرنة انطلاقها شهر أفريل المقبل بحول الله بداية سمعنا الكثير حول هذا الموضوع أنه قد يؤجل موضوع افتتاح التظاهر على اعتبار أن الكثير من المشاريع تعطلت مشاريع الإنجاز مشاريع الترميم حتى مشاريع ثقافية المتعلقة بإنتاج الأفلام والكتب وغيره تعطلت هل من الممكن أن تضعينا في صورة حقيقة الواقع وأين وصلت تحضيرات بهذا الخصوص؟ فيما يخص قسنطينة نقدر نقول أن كان حدث مهم عندما قسنطينة عينت كعاصمة للثقافة العربية لأن بهذا القرار نذكركم باللي كان القرار من سيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 2012 في مجلس الوزراء عندما قرر أن قسنطينة تكون عاصمة للثقافة العربية ومن بعد هذا القرار تبنته لالكسو وهي المنظمة للعلوم والطربية وسجلت هذا القرار لسيد رئيس الجمهورية لتصبح قسنطينة هذا الحدث كان حدث مهم لأنه افتح مجال لتسجيل برامج كبيرة ومنشآت ثقافية كبرى لمدينة قسنطينة وقسنطينة تستحق إلى هذه المنشآت الثقافية ولكن قسنطينة في نفس الوقت هي مدينة حتيقة مدينة معروفة بجسورها المعلقة معروفة كذلك طابحة العمراني القديمة طابحة العمراني ليتميز فعلا بهندسة معمارية خاصة لكن يطلب أن يكون ترميم للمدينة للحمامات للفنادق للمدينة العتيقة للمدرسة للمواقع الأثارية كل هذا هو مسجل ونقدر نقول أنه كان أكثر من ستين عملية للترميم في المدينة العتيقة وهذا العمل بطبيعة الحال يطلب وقت بالموازي نشوفه باللي كان منشآت ثقافية جديدة مثل قاعة الزينيت ليكون عندها أكثر من تلتلاف مقعد لتسلم في الوقت المطلوب فيه كذلك ترميم لقصر الثقافة للخليفة إذن كاين الحاجة اللي أخذت وقت هو الترميم لأن الترميم هو عمل يدوي ليطلب وقت الحاجة اللي نقدر نشوفها هو أن الانطلاقة على الأشغال في 2013 ونحن كان عنا عام لنقوم بهذا النشاط الوقت لا يسمحش ولكن وهنا يقال كثير من تقارير الإعلامية تقول بأن ضغط الوقت وضغط عامل الوقت وضغط تأخر الأشغال أدى في الكثير من الأحيان بالقائمين على مشاريع الترميم مثلا إلى اعتماد سياسة البريكولاج وهذا اللي اللي لحظناه في العديد من المواقع الأثرية التي يقال بأنها فقدت الكثير من قيمتها التراثية ومن قيمتها التاريخية لأنه لم ترعى فيها معايير الترميم رممت باستعمال إسمانة المسلح مثل الكثير من المعالم الموجودة الآن في قسنطينة وهناك من يقال بأنه حتى الترميم يتم بطريقة عشوائية هل أنتم أعلى الطلاع بهذا الملف؟ وهل بالفعل هناك مثل هذه التجاوزات في عملية الترميم؟ نعرف حتى هنا لازم ناخدو الانطباعات هذه بطريقة نسبية لأنه كان مرافق جديدة لتسلم في الوقت المطلوب كان بعض أخرى لتسلم ولكن فيما بعد المهم بالنسبة لي هو أن نطلقنا في كل الأعمال فيه أجهزة مثلاً لوتيل ماريوت ليكون جاهز فيه كدلك بعض منشآت تقافية ليتكون وجدة الحاجة ليتطلب وقت وهذه نكرر هو عملت على الترميم ولكن عملت على الترميم مش عمل مغلق يكون تكون ورشة مفتوحة لحتى قادرين ننظروها باش تكون فرصة للاكتشاف لإطلاع أهم شي هو أن ننطلقنا في العمل وسيرورة الأعمال تتواصل بطريقة عقلانية الآن التخوف هذا هو شيء طبيعي نقدر نقول أن فيما يخص البرنامج دع الانطلاقة هو برنامج واضح أنا الحاجة اللي نحب نقولها هو أنه لازم يكون إشراك تع المجتمع المدني تع الجمعيات بالتالي عندما نرجع إلى برنامج تع سيد الرئيس الجمهورية والمخطط تع الحكومة نشوف أن كثير من الأشياء تتطبق في قسنطينة مثلاً إن شاء الله عن قريب نزور مرة أخرى قسنطينة لنشوف كيف ممكن نشارك الشباب من خلال شركات مصغرة لتسمح لهم أن يشاركوا المشاركة في حركية العمل الجاربية لأن الآن أهم شيء هو أنه عندنا برنامج عندنا ميزانية عندنا مشاريع عندنا أهداف وعندنا مجتمع نشارك في هذا الآن لازم كل النشاطات اللي نقوم بها أولاً تكون مشاركة ثانياً نسمح للشباب أن يشاركوا في تجسيد هذا البرنامج وهذه نقطة مهمة لأنه تحدثت عن إشارك شباب المحلي والقسنطيني تحديداً في الحركية التي تشاهدها التحضيرات لعاصمة الثقافة العربية في قسنطينة هناك كثير ينتقدون أنه في تظاهرات بحجم عاصمة الثقافة العربية أو عاصمة الثقافة الإسلامية وغير من تظاهرات الكبرى التي تحتضنها الجزائر في كثير من الأحيان نرى بأن القائمين على تحضيرات مثل هذه التظاهرات مثل مثلاً حفل الافتتاح انتقد الجزائريين كثر انتقدوا أن يكون مثلاً المشرف على حفل الافتتاح سيد عبد الحليم كاركالا لبناني وليس جزائري هل أنتم تراعون في هذا الموضوع أن يكون حفل الافتتاح مثلاً أو حتى موضوع تسير مثل هذه التظاهرات بيت جزائريين وبطاقات جزائرية بحتى أولاً نتذكر بحاجة هو أن هذا البرنامج لقسنطينة عاصمة للثقافة العربية هو برنامج ليهم كل الوزارات وكل الوزارة كل قطاعات الوزارية تشارك في قسنطينة من بينهم كان أولاً وزارة السكن لأنها مسؤولة على المنشآت الثقافية الجديدة بمتابعة تعسيد الولي عندنا وزارة المجاهدين لعندها خطة كبيرة فيما يخص الملتقيات لعندها طابع تاريخي عندنا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للاها برنامج فيما يخص ترميم تع المساجد والزوايا لعندها كذلك برنامج ثقافي لها ورايح يسمح أن نحتفل طيلة السنة بملتقيات لعندها جانب ديني جانب ثقافي كذلك عندنا كذلك وزارة البيئة لها حتوجد كذلك برنامج دخم فيما يخص ما نسميه حديقة حديقة البردو عندنا وزارة السنود يعني هناك قطاعات كلها معنية بالموضوع أكيد أن كل الأوجه متاجهة لوزارة الثقافة لأن وزارة الثقافة تعتبر لها دور ربما محواري ولكن عندها دور تنسيقي كذلك مع الوزارة الأخرى ليسمح مثلا أن فيما يخص الملتقيات التاريخية أو الملتقيات الدينية نشارك مع بعض الأسبوع اللي فات كانت عندنا لجنة هنا على مستوى الوزارة ليسمحتنا باش نديرو تقييم تع كل البرامج المسطرة من ملتقيات دينية تاريخية ملتقيات فيما يخص يعني هناك عمل مشترك بخصوص تحضيرات لهذا الحدث الذي سيكون حدث بارس في الربيع القادم خاصة في هذا المجال فيه حضور قوي لجامعة قسنطينا الجامعات الموجودة في قسنطينا ويكون عمل تنسيقي لماذا هذا؟ لأنه لازم تكون عندنا حقلانية فيما يخص المشاركة في كل هذه الملتقيات لأنه ما لازمش نوصل للدرجة أن وزارة شؤون دينية يكون عندها ملتقى بطبيعة الحال هذا أمر تنسيقي حتى نغتنم الفرصة عن الوزيرة الباقي لأسئلة الأخرى بعيدا ممكن عن شق تحضيرات اللوجستية وتحضيرات المادية لهذه التظاهرة خلينا نتحدث شوية في الهم الثقافي باعتبارك وزيرة لثقافة في تظاهرات سابقة كنا نلاحظ أنه في كل مرة يطفو إلى السطح مشكل الحديث لأنه في النهاية هناك برنامج ثقافي ثري هناك أفلام هناك ستحضر هناك كتب ستنشر هناك مسرحيات ستعرض غيره وكل هذا يطلب موازنة ويطلب أموال في النهاية هناك العديد في أكثر من مرة في التظاهرة السابقة كنا نسمع عن حديث عن محسوبية في توسيع مثل هذا المشاريع عن تلاعبات تتم لصالح فلان أو علان على حساب أناس قد يكون أكثر كفاءة من الناس الذين تحصلوا على دعم أو إعانة دولة في هذا السياق هل يطرح هذا المشكل معكم الآن وأنتم تحضرون لعاصمة الثقافة العربية بخصوص توزيع الإعانات أو الدعم المقدم لأصحاب المشاريع الثقافية نجاوب لهذا السؤال لأنه هو سؤال مهم ولكن ربما ما تهربش من السؤال تاعك فيما يخص كراكلا باختصار فقط حتى نقتنى من فرصة أولا نذكر باللي في تفاصيل هذا البرنامج لا أقدمها اليوم لأنه فيه محافظ لهذه التظاهرة ومسؤوليته هو أنه يقدم بالتفصيل محتوى تاع البرنامج حتى لو هو برنامج تاري وأتمنى أن تكون عندي مهلة لأقدمه هو لكن فيه محافظ لهذه التظاهرة سيد بن شيخ لقدم في عدة برات المحتوى على هذا البرنامج نذكركم باللي في المجلسة على الوزراء سيد رئيس الجمهورية مد توجيهات واضحة فيما يخص هذه التظاهرة واطلب أولا أن هذا البرنامج يطع عليه جانب احتفال بعيد ستين لإندلاع الطورة ستينيات الطورة وهذا كم مهم عندما نذكر أن الطورة المجيدة وكل ما نحتافل بها نقول قليل جوبنا على سؤالي سيدة رابيتي ولكن فيه حاجة أخرى هو أن لازم هذه التظاهرات تكون مفتوحة على القدرات العربية على مساهمة العرب للطورة الجزائرية ومساهمة الطورة الجزائرية للوطن العربي وبالتالي عندما نستعين بقدرات عربية ما فيش عار أن نستعين بهم بالعكس نتمنى أن الجزائر تكون قطب لكل القدرات الموجودة في الوطن العربي حتى لو ما في موضوع لمتعلق بهذا الجانب لأن البرنامج الثقافي خاصة البرنامج الافتتاحي يكون افتتاح شعبي يوم 15 يوم 16 يكون افتتاح رسمي وتكون ملحمة لقسنطينا والنص هو جاهز ومكتوب من طرف أساتدة من جامعة قسنطينا وكلفنا مخرج جزائري هو ليقدم العمل المسرحي للملحمة ويستعين بكل قدرات لتكون مفتوحة أمامه لأن الرهان هو نجاح تحاد الافتتاح الرسمي وسيكون بأيدي جزائرية هذه المرة حتى نذهب لسؤالي اللي اطرحته قبل قليل سيدة العبيدة بخصوص المخاوف من طريقة التي تسير بها موضوع تقديم الأموال لأصحاب المشاريع وتقديم هذه المشاريع الثقافية في عاصمة الثقافة العربية فيما يخص المشاريع ربما تعطلنا شوية في الإجابة عن المشاريع كلها لماذا؟ لأن في شهار جوليا وضعنا لجنة أخرى لإنقاذ بعض مواضيع لألغيت في اللجان الأخرى قلنا لا خلينا نزيد ندرس مرة تانية ونشوف بها هي المشاريع اللي ممكن ننقذها وممكن نمدلها دعم هذا اللي خلنا باللجنة التانية كان بعض مشاريع اللي طلعت بعض منها مدينا لها دعم لإعادة الكتابة بعض منها مدينا لها دعم لإعادة سياغة تع الموضوع أهم شي هو أنه حاولنا أن نشتغل في هذا المجال بنظرة ببعد ننظر إلى البعيد لأن أهم شي هو أن يكون نشاط ثقافي ليسمح أن نستخرج منه نخبة من شباب يعني طمني جميع المبدعين والمثقفين في الجزائر الآن أنه أي مبدع سيكون له الحق إن قدم عمل يحظى بالاحترام في دعم وزارة الثقافة بعيدا عن أي معايير أخرى تتعلق بالمحسوبية والولاءات وغيره من هذه الأمور أهم شي هو أولا الشفافية ثانيا تكافؤ الفرص مهم جدا لو واحد يقدم مشروع لازم يكون عنده جواب مقنع لا العمل تعه جيد بطبيعة الحل يدحم لا نحس أن العمل تعه ناقص نقدر نقول له أن العمل ناقص ولكن ما نتركوش نقول له أن يكون عنده دعم باش يصلح باش يعاود الكتابة باش يستعين بخبراء أو ناس اللي يقدروا أهم شي هو عندما نرفض يرفض موضوع ما أو اقتراح ما دائما بأدلة وأجوبة لما تخليش صاحب العمل يكون يشعر بالإحباط هذه أبدا لأن الفنان هو مثل حرير لازم نحتفظ به ولكن لازم الصراحة تكون صراحة صحيح إذن هنا فيه لجنة الآن مثلا في كل أعمال السينمائية صار تجديد تعالجنا لقراءة النصوص وقدرنا أعلن بهذه اللجنة بطريقة رسمية وبكل شفافية بالأسماء بالقائمة الناس كامل عارفين من يقرأ من هو في اللجنة يعني في إطار شفاف وواضح حتى يطمئن الجميع بهذه الخصوص أولا ثانيا فيه لجنة كذلك لتقوم بالتقييم المالي لكل مشاريع لأنها في بعض أحيان بعض المشاريع اللي هي نقصة في طلبات تحها حتى لو هي مش كتيرة في الغالب تكون أكثر من الغالب تكون أكثر هنا كذلك لازم تكون عندنا ميزانية مرجعية لتسمح من بعد للجنة أن تقيم الأعمال والحاجة اللي طلبناها طلبنا أن في اللجنة التقييم هما خبرة لكل واحد على حدة كل واحد ووحده يقوم بالتقييم مش اللجنة اللي تقرر وتسلم لنا كل الدراسة اللي تقوم بها فيما يخص ميزانية على الفيلم ومن بعد على مستوى الوزارة ندرس هذا العمل بطريقة موضوعية على ذكر الأفلام والسينما وغيره سيدة العبيدي لأنه الوقت ما بقناش بزاف وحب نغتنمو في بعض النقاط الأخرى اللي ممكن المشاهد يحب أن يطلع عليها الكثير من الأفلام السينمائية اللي كان يفترض أنه ترى النور في فترات سابقة أفلام تاريخية أفلام تعلق بالثورة لم تخرج العلن ولم يشاهدها المغاطن الجزائري لحد الآن من بين أكثر الأفلام التي أثارت لغطا وحديثا وجدلا في أكثر من محطة هو موضوع فيلم الأمير عبد القادر فيلم الأمير عبد القادر هناك إرادة سياسية بإنتاج هذا الفيلم هناك ميزانية خصصة لهذا الموضوع هناك مخرج وكاتب سيناريو عتمد لهذا السياق لكن لحد الآن فيلم الأمير عبد القادر لا زال حبيث الأدراج هل سبب تأخر إنتاج مثل هذا الفيلم يرجع بدرجة أولى إلى أسباب سياسية أسباب فنية أسباب مالية ما هي أسباب تأخر إنتاج فيلم للأمير عبد القادر يليق بحجم مؤسسة الدولة الجزائرية الفيلم الأمير عبد القادر إن شاء الله ينتلق عن جديد إن شاء الله كان لازم علينا في المهلة الأولى أن نقيم الأوضاع لهذا الفيلم وخاصة نعرف أن في كل أفلام في كل فيلم سوى في الجزائر أو في العالم النقطة الأولى هو السيناريو وكان لازم علينا أن نقيم السيناريو أن نرى ما هي وجهة نظر الموجودة بين سطور في السطور بكل جوانب من هذا العمل أن نحافظ على الرؤية الجزائرية إذن قمنا بدراسة معمقة للسيناريو فيما بعد انطلقنا في إعادة كتابة للسيناريو عندما ننتهي من هذه المرحلة ننطلق في العمل لأن كل آليات موجودة لأن يكون عمل لأنه تحدثت عن سيناريو الفيلم قيل بأنه جاءت هناك اعتراضات من أطراف نافذة بخصوص سيناريو الفيلم على الاعتبار أنه فيه الكثير من الحقائق أو من الموضع التاريخية المدرجة في هذا الفيلم قد تسيء بشكل أو بآخر لبعض الأطراف لجهات معينة لشخصيات معينة وهو اللي دافع أو هو السبب الرئيسي وراء هذا التأخر هل تؤكدين مثل هذا المعلومة سيد العبيدي؟ أنا تعرف الحاجة اللي نأكدها هو أننا قمنا بدراسة معمقة للسيناريو وكل السيناريو في طيات السيناريو في داخل السيناريو فيه دائما وجهة نظر كان لازم علينا نشوف ما هي طريقة لتسمح أن نقدم الأمير حب تقادر بكل كبريات أو بكل رموز اللي هي موجودة في هذه الشخصية للأمير حب تقادر إذن هنا كان لازم علينا ندرس بعمق وبحضر كل جوانب للسيناريو والعمل تم الآن إذن نحن في مرحلة إعادة الكتابة للسيناريو لأن كل جوانب اللوجيستيكية الجوانب التقنية كل جوانب كانت جهزة قالت لنا النقطة هذه اللي كانت تطلب أن تكون دراسة معمقة للسيناريو هذا اللي يسلحنا من بعد الانتلاق متى يمكن أن نعيد المشاهد الآن بأن الفيلم سينطلق وسيكون جهز للعرض هل لديك موعد أو تاريخ محدد لهذا الموضوع؟ الآن هي إرادة قوية أن يكون هذا الفيلم أن يكون فيلم الأمير عبد القادر بحجم هذه الشخصية بمواصفات عالمية نعم بمواصفات عالمية بقدرات جزائرية بتقم الشباب اللي قادرين يشتغلوا في هذا لأن فيلم مثل هذا بهذا الحجم يعتبر كمدرسة يسمح من بعد للشباب أن تكون عندهم هذا الورشة إذن النقطة النقطة لتسمح لنا الانطلاقة من جديد هي نهاية السيناريو بعدما يصدقوا عليه كل الجهات ننطلق في العمل تكلمت على بعض أفلام أخرى مؤخراً كان عندي لقاء شيق جداً مع عريوات سي عثمان عريوات وكان والله لقاء مفيد وهو شخصية ويقال بأنه تعرض لظلم كبير كبير من قطع الثقافة وهمش من وزار الثقافة هو تعرف إنسان كيف نقول لك عنده واحدة رزانة في الروح وعنده طريقة ما يتكلمش على الماضي هو تلاقيته وكان فعلاً نقاش مليح معاه وارتحت له بزاف اللي قام معاه وقلت له باللي إحنا جاهزين باش نساعدوه في إتمام الفيلم تاعه وباش يخرج الفيلم تاعه الفيلم تاعه يدير تقريباً أكتر من ثلاث ساعات إذن إحنا أنا أحترم المخرج هو اللي يقرر هو اللي عنده السلطة باش يقرر أن الفيلم تاعه يكون هي فقط أن شجعته باش يخرج الفيلم تاعه ولا الشكل يتمنى أن الفيلم ما يبقاش حبيس بعيداً عن سلطة الرقيب أولاً بدون ما تكون رقابة بدون ما يكون شي ولكن الفيلم ما لازمش يبقى حبيس علبة سيد عثمان عليوات لأنه تطرقتي المثال الفيلم سيد عثمان عليوات قال هو في أكثر من محطة أو نقلة عنه بأنه المشكل الذي كان عائقاً أمام إتمام تمويل مثل هذا الفيلم هو اعتراض الوزارة الوصية وقتها على سيناريو الفيلم وعلى بعض القضايا لأن الفيلم هو بالدرجة الأولى يعالج شأن سياسي يتعلق بالرئاسيات وغيره وبالتالي هناك شيء لم يعجب الوصاية وبالتالي كان حجر عثرة أمام سيد عثمان عليوات هل بالفعل هذا الموضوع هو اللي كان السبب في إتمام مثل هذا الفيلم؟ في كل أعمال سينمائية عندنا عدة محطات المحطة الأولى هي لجنة القراءة تقدم الملاحظات التحار تقدم شركيين كيندفتر الشروط ليمضيه المنتج وينطلق الفيلم من بعد عندما ينتهي الفيلم فيه لجنة ليشهد الفيلم وهي لجنة لجنة ليتمد رخصة لاستغلال الفيلم وهي تقوم كذلك بملاحظات فيما يخص الفيلم باختصار فقط لعثمان عليوات كانت بعض الملاحظات طفيفة وتمت سويتها ويعني الفيلم سيد عثمان عليوات في القريب العجل سيستأنف العمل به بشكل عادي؟ نو نحب نأكد أن اللجنة اللجنة السابقة قدمت بعض الملاحظات طفيفة مش الملاحظات في العمق ومدة الموافقة عن الفيلم طلبت منه أنه يغير لفتت الانتباه لبعض مشاهد وطلبت منه أنه يغير المدة طيب إذن إن شاء الله أنه بعد ما يقرر سي عثمان عليوات أن يكون الفيلم في قاعة السينما نحن رأنا هنا بش نرافقه طيب لدي سؤالين أو ثلاثة في الأخير قبل أن نختم هذا اللقاء سؤال الأول سيدة نادية عبيدي أنت تعيينك على رأس وزارة الثقافة أحدث مفاجأة ممكن حتى لك شخصيا أحدث لك هذا المفاجأة أو كان عنده وقع المفاجأة هناك من قال بأنه تعيين سيدة العبيدي كان لهدف واحد قراءة سياسية تقول بأن تعيينك كان لهدف واحد على اعتبار أنه تغيير الحكومي الذي حصل في مايي 2014 رفقته أجواء سياسية مضطربة في الجزائر وتسميتك في أعلى رأس قطعة الثقافة قال كان هو كبالون لاختبار الذي أريد من خلاله إلهاء الجزائريين بأنه بالفعل حدث هناك تغيير ذهبت خليدة تومي وأتوا بوزيرة جديدة ليست سياسية هي تكنقراط في النهاية وأتوا بها الوزراء هل تعتقدين أنك كنت سيدة العبيدي بالون اختبار في هذا الموضوع قال يو قال لا أدري أنا الآن هي مهمة هو تكليف بالنسبة لي أحاول أن أكون في الخدمة أحاول كذلك أن أطبق برنامج تع سيد رئيس الجمهورية لهو برنامج واضح ويسمح أن تكون نهضة ثقافية حقيقية ولكن هذا في إطار مواصلة ما فعله قطعة الثقافة منذ 15 سنة إذن أنا أشكر أولا سيد رئيس الجمهورية على هذا التعيين وعلى محاولتي للتطبيق برنامج لسيد رئيس وكذلك لمخطط الحكومة لترأسه سيد عبد الملك سلال إنني في الخدمة أحاول بقدر مستطاع أن أكون في الخدمة لأطبق هذه التوجهات لأحاول أن أساهم بكل قدراتي في هذا القطاع الآن يجري الحديث عن تعديل حكومي مرتقب أنت كوزيرة ألا يطرح عليك مثل الحديث مثل هذا الكلام ونحن معروف في الجزائر بأن التعديل الحكومي في الجزائر عدة ما يحدث نوعا من الارتباك على مستوى العديد من الوزارات بين إطارة الوزارة بين الوزيرة والوزيرة في حد ذاتها هل يطرح هذا الموضوع أو هذا الكلام عن تعديل الحكومي مشكلة بالنسبة لسيدة العبيدة؟ إطلاقا طيب سؤالي الأخير وهو أكيد يتعلق بشخص سيدة الوزيرة أنت حاليا وزيرة في حكومة سيد عبد الملك سلال وفي أكثر من مرة يطرح موضوع أن الوزراء الذين يأتون عادة ما تذهب بهم قضية من القضية يقل بأن سيدة خالدة تومي ذهبت بها تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية على اعتبار التجاوزات التي حصلت في تلك التظاهرة والكثير من نقاط الظل المتعلقة بتلك التظاهرة هل تخشين أن تكون عاصمة الثقافة العربية هي من ستذهب بسيدة ندي العبيدي من على رأس وزار الثقافة؟ غريب هذا السؤال غريب لأن تظاهرة لقسانطينة عاصمة للثقافة العربية هو حدث يعني البلد كلها يعني قسانطينة أهل قسانطينة ولكن كل الجزائر تهتم بهذا الحدث وكل واحد مننا قد ما يقدر يساهم في نجاح تهاد التظاهرة يعتبر مشكورا بعمله الآن إحنا الرهان مهما كان المكان اللي إحنا موجودين فيه هو أن نساهم في نجاح تهاد التظاهرة لأن قسانطينة تستحق هذا النجاح وكلنا نرافق قسانطينة لتنجح في هذه التظاهرة إذن الأمر يتجاوز الشخص يتجاوز الإنسان لأنه حدث مهم للجزائر للوطن العربي للعالم وكلنا مجندين لنجاح هذا النشاط إن شاء الله أن يكون نجاح لهذه التظاهرة بطبيعة الحال نحن أيضا نتمنى نجاح هذا التظاهرة على تبار أنها الجزائر هي التي تحتضن مثل هذا التظاهرة واعتبارا أيضا الأوضاع العربية المتأزمة للأسف في كثير من الدول العربية كما نتمنى لسيدة نادية العبيدي أيضا كوزيرة الثقافة نجاح في جميع التحديات التي تواجهها على رأس القطاع ونشكر لك سعد صدرك وإجابتك على الأسئلة التي طرحناها عليك كما نشكر لك استجابتك لدعوة قناة تزيرتي لإجراء هذا الحوال الخاص في نهاية المطاف سيدتي الوزيرة إذا عندك كلمة أخيرة أحبت توجيهها لمشاهدين عبر قناة شاشة فضلي نشكرك سيدي على الطرح والجرأة التي تقدمت بها في بعض أسئلة التي طرحتها ونفرح دائما كي نشوف شباب مثل التقم لي هوا معاك ومثل أنت لأن وجودكم على الساحة الإعلامية هو يباشر بخير ويشوف أن عندنا قدرات هائلة في الجزائر في طريقة في الصراحة في الطرح الأسئلة في طريقة تقديم إذا نشكرك على هذا اللقاء شكرا جزيلا لك سيدتي الوزيرة نشكرك كذلك لأنه ستمثل الجزائر جزائر اليوم وجزائر الغد ونتمنى لك كل النجاح شكرا الله يخليك سيدتي الوزيرة على هذا الكلام الجميل المشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الخاص مع السيدة وزيرة بقاف السيدة نادية العبيد نضرب لكم مواعدة لاحقة بحول الله في أعداد خاصة بحول الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة